متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة فيديو النهاردة مش فيديو جديد هو فيديو تابع للفيديو السابق اللي اتكلمت فيه عن ريفي أرت هذا الموقع اللي بيستخدم ريفي أميج وان وجربنا مع بعض الفيديو اللي فات ان احنا ننشئ صور باستخدام هذا النموذج وكانت النتائج رائعة جداً ما كانتش لسه الملامح بتاعة الموقع واضحة في شوية نقط مهمة حبيت النهاردة ان انا اتكلم عنها لان فيه تساؤل عليها وطبعاً ده شيء طبيعي الموقع ده هل ده موقع مجاني بالكامل هل الموقع مدفوع الموقع بيقدم ايه بالزبط طبعاً احنا استخدمنا الموقع المرة اللي فاتت بشكل مجاني حالياً لو انت دخلت على الموقع هتلاقي فيه عندك الاكاونت هيظهر عندك فيه الاكاونت طبعاً تسجلت بالجيميل هيظهر عندك هنا ان انت بيبقالك عشرين كريدت كل يوم بيتجددوا بشكل يومي انا مبارح اول ما سجلت هو عطالي كريدت فهنا الكريدت مكتوب جنبها 80 فمعرفش هل انتم بارح جربتوا الموضوع ده قبل ما يتم تحديد الكريدت الخاصة بالموقع لكن الموقع دلوقتي كل يوم بيديك عشرين كريدت كل صورة بتستهلك وان كريدت وبالتالي اصبح كمان من الممكن التحكم في الصورة احنا النهاردة هنجرب مع بعض موقع ريبي ونتحكم فيه الصور اللي احنا عايزين ننتجها وحنستخدم الموقع الشهير بتاعنا Free AI Prompt Generator اللي حط لك الرابط في الوصف أسفل فيديو اللي بيمكنك من توليد امر بسيط مش معقد ولكن فيه كل التفاصيل اللي انت عايز تلاقيها في الصورة بتاعتك Free AI Prompt Creator اللي هو ايضاً Peter at AI لو انا رحت لل AI Prompt Generator هنا مثلاً هاختار Select Image Type حيكون A Photo هنا Motorcycle with a rider هنا Select Background هاخلي هاخلي صحرة وايضاً هنا Select Lighting هاخلي اللايتنج يكون High Key Lighting First Person ال Color هاخليه يكون Warm Tone بما انه في الصحرة والEmotion هاخليها Dramatic وهنا هاخلي Impressionism وهنا هاخد الوصف واروح بيه على Revy علشان ننشئ مع بعض الصورة بتاعتنا وزي ما انتو شايفين هيكون فيه تحكم في عدد الصور انا هنا مثلاً ممكن اقوله انشئلي صورتين فقط اختار ما بينهم عشان لو انت مش عايز تضيع لشين كريدتس انت ممكن تلاقي نفسك فيه صورة من الصورتين معجبوك ما فيش دعي ان انت تضيع For Credits مرة واحدة طبعاً دي حاجة زي ما قلتلك رجعلك ممكن تعمل enhance on وتسيبه يعمل expand ليه البرومت بشكل فيه inspiration شوية ويزبط لك الامر وهنا الauto انا هسيبه auto الا لو انت عندك صورة already لها seed number هتبتيت حط ال seed هنا علشان تنشئ صورة مشابهة لها انا هتبتزي ان انا ودوس enter ونشوف النتيجة باستخدام موقع Peter at AI هذا الموقع اللي بيمكنك ان انت تكتب امر سهل وبسيط زي ما انت عايز طبعاً انت تقدر تغير الobject اللي انت عايزه ولكن هنا هو بيديك الفورمات او القالب اللي انت هتحط فيه اه الامر هنا دي صورة من الصور وطبعاً دي اه realistic photo زي ما احنا شايفين ايضاً صورة تانية هنا دي صورة بالجنب هنا صورة يعني هو عطيك كده ظهره وماشي فيه الصحرة فانت بتختار الصورة اللي تعجبك وبتبتدي ان انت تعمل لها download هنشوف مع بعض ايضاً بعد ما نعمل download هل فيه watermark على الصورة ولا لأ لا مفيش watermark على الصورة زي ما انتم شايفين فالموقع لحد دلوقتي محطش اي watermark على الصورة ودايماً بقولك لحد دلوقتي لان زي ما انت شايف كل يوم فيه حاجات بتظهر اهلاً بارح ما كانش ظهر عندي الكريدس وفيه ناس سألتني على الكريدس والخطة المجانية ما كانش ظهر قوي ان انا اتحكم في عدد الصور المنتجة ولكن زي ما انتم شايفين دلوقتي فيه تحكم في عدد الصور المنتجة فيه اه زي ما قلتلك 20 كريدس من ضرورة بشكل يومي وهكذا تعالى نشوف صورة تانية بما ان احنا فتحنا موقع وستخدمناه تعالى نشوفوا كده في ثري دي رندر ادراجون هخلي البيكجراوند فورست هخلي 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 الكلر هخليها فوتو رياليستيك ممكن اخليها تكون فيها تفاصيل معقدة اكتر دراماتيك امباشونيزم هاخده كوبي تدي اروح على ريفي هروح لكرييت تدي احط الامر بتاعي وابتدي ان انا ادوس انتر اتقد ان هو مبني على نفس او متدرب على نفس البيز موضل اللي متدرب عليه عشان طريقة انتاجه بتقول كده دي نتيجة من النتائج الى حد ما جيد نتيجة دي ايضا كويسة انت بتختار النتيجة اللي انت عايزها ممكن كمان نجرب نشوف هو لما يعمل ايضا ممكن يكون ممكن نجرب نعمل للامر واندوس واندوس لا الانهانسمنت ما عطنيش نتيجة حلوة زي ما احنا شايفين ادي النتيجة فافضل ان انت تستخدم موقع بيتر ات اي 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 احسن في ان هو يديك الامر بالشكل ده او شات جي بي تي زي ما تحب ايضا دي صور انا كنت عملتها بشات جي بي تي خدت الامر من شات جي بي تي ادي ايه شايفين الصورة حلوة جدا صورة ايضا زي الصورة دي النتيجة بصراحة رائعة جدا باستخدام هذا الموقع اللي بيستخدم نموذج ريفي اميج وان اتمنى تكونوا النهاردة استفدتوا من المعلومة البسيطة اللي قلتها الخاصة بالكريدتس وايضا ازاي تستخدموا بشكل افضل من خلال موقع فري اي برومت جنريتور اللي بيديك الامر بشكل سهل وبسيط لو انت مش عايز حاجة معقدة او تستخدم شات جي بي تي اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديدة كل موقع متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش اللايك وشير وكومنت دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته